سلام البنات كليري اللي بس عليكم توحجكم وحق الله هذه سبعة شهر شهر ثمانية وشهر ثلاثة اه هذه سبعة شهر يعني اخي ما عشتوني كنت في شهر ثمانية في العطلة في المغرب مع الوالدة و كنت فرحانة بزفزف و من بعد منا غبرت عليكم و غبرة 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 البنات اللي نتبعيني حال هذه في يوتيوب الحاملة الأخرانية كنت فيها ماشية انا كنت قلت عليكم في فيديو اخوى عليكم قلبي كنت شكا عليكم و اخت قارتكم قارتكم و حق الله لهذه هاتي منك رجعي نشوفه كنت في واحد الحالة النفسية ماشية هذيك للدرجة انه كنت وصلت للاطلاق مع راجلي تلبت الطلاق بغيت في الخدمة بغيت نخلي الخدمة و رجع للمغرب وصلت له احد المرحلة النفسية صعيبة بزفل انا نظر معكم بقل نفتوح نتمنى البنات ما تجيجيوش و تسمعوا لانا انا متأكدة انا بزف تنسى سوف يشوفوا راسهم فيها و هاد الحالة اللي كانت زمنك يزمن لما قلت سعيف المئة من النساء انه مرحلة عمرية بحشكل انك توصل الادوليسانس كيكون المراهقة احنا عافل غير المراهقة ما كان بعد منها منتصف العمر ما كان بعد منها ما بعد منتصف العمر يعني كيكون الانسان كيزمن مراحل عمرية و كيكون منعات منتصف العمرية فيها تقلبات هرمونية و اغلبية ننسى الرجالة يعني الانسان بصف عمام يوصل لك 35 او 40 عام يسمى الخبراء منتصف العمر يدخل في حالة يتساءل مع راساته ماذا قدرت في حياتي و ماذا تريد ان تكون اغلبية ننسى يكون في هذه المرحلة مزوجين عندهم موليدات عندهم ضغوطات ضغوطات المشاكل معراجة في هذا العمر يكون مشاكل معراجة مرحلة مراحل للزواج مرحلة مراحل الحياة لا تكونوا حارفين يعني كيوجدنا لي تكتاش فيها عالت يا جدك وما نصلت لهذه المرحلة التي قدرت دماغي قدرت و قدرت ودخلت إلى واحد دوامة ما قدرت نخرج منها واحد دوامة نفسية جسدية كنت اصلا مرت بقى مريضة عندي مشاكل المائدة عندي المشاكل وولدت المشاكل مع الراجل وحسب وصلت على العمل من الأمل المشاكل مع العلمة أن إي جابي لايجز في الوضع بالمشاكل وقدمت أنات أشعر أنها قلت من تغيير وحق الله وكنت دخل في واحد دوامة دماغة تجيب 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 سوف أبقيت قادرة يعني والتي تنقول ماني على هاد الحالة ومني كتبك من دبا مني رجعت بالغكل كنقول يعني ما نقصني التاخير الحمد لله بوليداتي راسقين الله بوليداتي عندي راجلي متفهم عندي خديمتي حسن من شي وقرف من شي يعني وهكذا هي الحياة زي ما تتكون حسن من شي وقرف من واحد آخر ومدام عندك صحة عند كل شي هذا هو المهم يعني وليني أنا ما كنتش كنشوف هاتش كنتش كنتش طايحة على عيني جلالة جلالة وحق الله العادي بجلالة طايحة لي على عيني أنا وراش نشد لي نقطع لي داري خليت هكا ترون وانا وحدا لي شوية ماني هكا تريد هكا نشقى وندير ما غاكا نبكي خاكا نبكي مبكيت قادرة يعني الخدمة كتافي بردوعية والله العادي ما بلازم كنتش كن قدر نطيب حتى الولادي قصي ما نبيلنا ما كنتش كن قدر نطيب له ومن بعد كي جينت أني بالطامع عاش ما طيبت لوش ومدخلتش واحد دوامه ما أختيتش خبط تخربقت ما قمتش نبكي لحقاج قمتش نبكي لحقا تخربتش قمتش نبكي لحقا تخربتش واحد المرحلة هي صعيبة بزا 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 من بعد منها واجهت لعطلة للمغرب ومشيت للمغرب ومشيت للمغرب بحلة تصرفقت كنت محتاجة دوستو خزوية مع ممتي يعني ما صافرتك شو لسخير مع ماما كنت بغيت غير ماما بغيت غير ماما بغيت غير نقلس هي مسكنة لك الطيبة دوستو خزوية مع ماما بغيت غير ناكل يعني بحلة تنحيي دوستو خزوية مني مشيت للمغرب صافت تلقت كل شيء خليت وضادي عندي ماما صافي كهيكا طيب لنا كنا نأكل كنعس كننوت كننشي للبحار و كننشي و نتسارا يعني خويت دماغي سما في ديوبيان حسيت براتي بحلة كنت محتاجة ذلك الوقيت ومني رجعت ذلك السرفقة قسمان بالله هيف كش هبرت عليكم قطعت كل شيء والله يا البنات نحفلك قسمان بالله يتا الواليدة يك ماما والبنات نتبعيني في يوتيوب وعارفين علاقتي بماما كديرا ماما را صاحبتي ماما را هي كل شي ماما هي كل شي لكم عافي علاقتي بيها أنا ويها ديما كنت تحكو بحر صحابات قسمان بالله يا البنات جيت أربع شهور وقتر وانا قاطع لماما للغاق مايكنت محتاجة ندخل الانبول قطعت الغدرة مع كل شي كل شي كل شي يعني ما كان هانضر محتاجة صافي بديت كندير الفيديو اتشرك هون كنت تكون في عالم واحد اخر خاص بي كنت 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 كندير في الحياة اللي كنت قبل بزعمة الحياة اللي كنت قبلين نرجع ندير واجباتي المنزلية واجباتي كأوم واجباتي كزوجة نجد أن نرجع ندير وام لحقاش صافي حيث ضغط المغرب أصدقا و أعود لكي تيك 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 أكبر في هذه الفيديو خاصة النوع رواتيني وأتخلق روتيني و بدأت مندي ريتم الذين يروني التيك تيك 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 يوتيب ستصدومي و سواءني لم يكن أكمل تيك 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 اكبر عنوك لكنني كنت أكتب فيها جدا جدا في تيك 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 اوك و بديك الفيديوهات قصارين فيهم مرة تدري أغنية مرة تدري روتين كنت أتحدث معكم كنت جمع ميكانت هذه المرحلة التي سوف أعود فيها أتحدثكم في شكالة تقول المواقع الاجتماعية كيفية المواقع تفسيرت كنت أحفظتني موما أنت نقول لكم صدقوني موما أنت نقول لكم تجريبتي ثافي ورجعت بشو 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 بديت نلقى الوقود فيه ورجعت لقيت بجرة اللي قبل بجرة اللي كانت هذه عامين بوصل الفرفوشة اللي عفتوني في تيك توك في الأول اللي قد ضحك ناشطة حيوية رجعت لقيت راسي اللي أنا اللي أنا كنت فقدتها شحال هذي وحق الله العظيم ومن غير ذلك الشي وكتشفت فراسي ولا وكتشفت فراسي حويجات جدادين يعني بحلنا كتقولين بووش هذي شحال هذي حويجات زويني ديالدابة ورجعت وحدا قد نجيكم تبدلت مخاسكم تشوفوا فيديوهات جاية اللي بناتلي فيو تيك توك تقولي واتقولي بإنساني وحد أخرى ونخليكم تشوفوا فيديوهات تيك توك التيك توك دالي وابيشة بيوتي باش تشوفوه تشوفوه مهم خرج ولا في يدك لو كوته هكا يفرفوش كتر أصلا كان فيي نارا عارف اني مراكش يوضحكي متزاد سوفكم بيدا مي صراحة أنا تكستشور اللي احتاكفت بيها فهمت واحد الحاجة من اللي نتقاسمها مع البنهت والله العادم نتقاسمها معكم أي وحدا اللي تقدر تكونوا وتدوس فيش هذه المرحلة كتشف انه مش كتشف هي كي نمي مع مناد دينها البيت ربي سبحانه وتعالى جابنا احتنا في الأرض ماشي باش نشقوا فيها باش نعمروها ماشي نشقوا ونتلهو فيها راب كون فهمناها صح ربي داننا في الحيث باش نعيشوها فرحاني وحق الله العالم ولكن اختيحنا كنا نجعبوها وكوكر حقي الانسان نفسه الانسان أماره بالسور وربي درنا جميل حويج باش نتفكروا واللي اللي خلونا نكونوا متصالحين مع ريو صوتنا ما تكي خليك من كتبت تشقيفيها تقولك سيري سيري شقيفيها ما غاد تدوري 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 وترجعي وتعرف بأنك انشي حويجات ما عندهم مش الحل ما عندهم مش الحل مفغيمو عادي فيها البكية دابايو وبيت نحبسها شو حويجات ما فيهم مش الحل ودماغنا كتبقى تدوري 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 من حاجة يديك الحاجة يديك الحاجة وما كتلقيش له الحل لأنه أصلا انتي بديتها بواحد فكرة اللي ما عندهش الحل الحل ديالا كتخليه بني ضلة وباش خليه بني ضلة خاسك تصلي صلعتك خاسك تحطي جبهتك وتركعي قاسمين بلاها البنات حيث كان شو حويج ما كان القشلي ومن حل ومني كنصلي كنحس بأنني حيتم من قلبي حيتم من دماغي خليتهم بني تدوري 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 من العين وكان عصاوه وصابر علينا ومني كنرجع وكان يغفر علينا وتيهز علينا همنا تصوري يا أختي واو حق الله وليت نقول يا ربي وقتش ديك الصلة توصل كان عندي خمسة مواعد مواعد نفسية بالنسبة لي هي ديك المواعد ديك نتلقى مع سيدان وكان حتى جبهتي نقول يا ربي فوقت لك أمري فوقت لك أمري وليت نطوي صلاة يديالتي والنون وكان حسنا براحة بحليت حاجة حييتها اخويتها وخليتها في بنتها يا ربي قاسا مال بالله قاسا مال بالله ومقورت بشاهداني يا ربي يمن بديت كنصلي هكا كدومت صلاتي وتنخليها بيد الله بدك يبلية بستفد الحويش كتتغيرني في حياتي الحويش اللي كان وحلا ديك كي ما كيستقوش لي قاسا مال بالله ما كيستقوش لي قاسا مال بالله قاسا مال بالله قاسا مال بالله قاسا مال بالله يا البنت نقول لك غير ميتار بسيط ودخلت في الأزمة قبل الأزمة كنت عبسطة تنصب علينا كنا بنا نديره الاب بيتين وبدنا نديره الصور وقد اخذنا من الشركة ودوننا ملايين زحاح كتر من 15 مليون المشروع كان بكثر من 15 مدر و لا بيسين و كل شيء و كنا جمعناها و تسلفنا و تكلفنا صوري و كنت بقى في الحال و مني وليت كن صلي و كنخلي أمر في الوطن قل يا رب و انا بغيت نصيب القارج حينت عندي الدار و عدي فعل شي حويش خاصني أخوية و اوم و بزبت الحواج و بغيت مدير شي حويجات القارج داكش اربس خار فيه اربس خار في القارج ان شاء الله سنتقاس معاكم من دول البنية بنت شرحته هناك ده كنخلي قائز قارج و كل شيء يحدث عن البنية و مشارب في البنية تقول كمية عنو و هذا كان من قبل حوجات البالي و انبع خلطت لي منها هناك كل شيء من تاكد بني إلا متاع و انا لقد كان هذا الشيء في البنية فلم يقعد في الحل و لو كان في الحل وضعني أشعر اتصوري وككو يُعطي اتصوري لبنه لا تقول لك أنت تحسي براتك ليس هي هذه سلي صلعتك وخلها في طلخة سوف نرى ربما دانش في الدنيا باش نشقه فيها ونجري محتك تجري على الحاجة ومفاهماش وبغيتي تعرفي شي حاجة خليه مفضل وهذا الترتاح وبعد شابنات اللي نقول لكم هذا هو سبب الغياب هذا هو سبب فين غبرت ويمكن اللي اكتئابها بعد ثلاث سنين نجريته ثلاث سنين مربيد على السبب والسبب هو أنه كان يحويش بخصناش مقاوم يحكر لا تحكريش تقول بنات في تيك تك ما تحكريشها كبيرة؟ ها مني نجاية اللي بتعرف لا تحكريش فيه إذا حكرت سوف تحكريش سوف تمرتي نفسيا و جسديا سوف تتخرب زواجك سوف تتخرب أولادك لأنه نحن نساعد لأنك يدوجه وبعدنا لشاغج مونطان سوف تتخرب سوف تتخرب سوف تتخرب سوف تتخرب معادلة سوف تتخرب جاءت مرحبا كل شي بيضلغ فالشريكي سوف نقول لكم فين غبرت متقاسم معكم جريتي وخما تخلتش في الضيطاء من شاء الله من الآن فساعدة الفيديوية كلهم سوف ندر معكم فيديو في الأصبر من قدرش ندير فيديوية كتر حيث بين الحوجات اللي تعلمت من قدرش ندير كتر من جاهدي كنت كان بغي ندير كتر من جاهدي وفيديو ولكن في تيكتو تقريبا راحنا 300 330k 330k متتبعي في تيكتوك ما شاء الله سبارك الله ومتمنحها في اليوتيوب وهذا الشيء سوف نتقاسم معك تجريبتي ونقول لك كيفين غبرت لكي لا تأتي ونطلع لك كفارة كان حباق عليك كبيدة الليلي فراسك والهلي يحوج كبيدة والله يصخر لك في مصعب وتلقيها منين خفافة ومتحك ريش أنا مزاوقة ومتحك ريش